حلوية تقليدية زينة المائدة وثوانيس وشموع أضيئة أياد الأطفال طبعتها الحناء هكذا احتفل براعم إحدى رياض الأطفال بدار البيضاء بالعاصمة بالمولد النبوي الشريف بعيدا عن المفرقعة والألعاب النارية في 12 أبيع الأول من عام الفيل صحة مولدكم أبو الظلامة ولم يرى أبو طالب عمو كان يدفع عنه والسيدة حديمة مرضية مبينا أنشيد وقصائد اجتهد هؤلاء البراعم على اختلاف أعمارهم في حفظها لترديدها في هدليهم قصائد لترسيخ القيم النبيلة وغرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أفئدتهم ككل عام في الروضة نحتفل بالمولد النبوي لنرسخ في أدهان الأطفال أن نشأ هذه الدكرة ونعطيه نبدأ على السيرة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لي تعرفوا بأن تكون هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفوا وقتاش زاد السيرة دياله كيفاش كان عايش وين زاد وين مات المناسبة تكثفت فيها الجهود لإنجاحها من طرف الجميع خاصة الأولياء الذين وفروا كافة المستلزمات من لباس وأكل تقليدي الاحتفال بالمولد النبوي عاد خاصة لا يتخلى عنها الجزائريين